أنا درجة متكامل متوازن يعني الحمد لله رب العالمين بيصلوح الكام كبير من البشحات اللي عندهم سوكر عندهم كروسترول كلام ده كله يعني ربنا فعلا فضلات اللي بكتبه ان يتناسب الشيح كبير من الناس الفطر أربع معلق بليلة بكوباية لمن خل الدسم زائد معلقة عسل تمام أو أربع معلق فول أو أربع معلق جبن عريش مع نص رغيف بلدي زائد سمر الطماطم ولاش طماطم يوميا ممكن مرة طماطم مرة خيار مرة خاصة جديد نغير بعد الفطر بساعتين سمر يتفكأ أو كوباية عصي برطوان بين الفطر والغداء هنا ثلاثة سمرات خيار وسمرات جزر أو ثلاثة قطع بروكلي مع سمرات جزر اليوم الأول عبارة عن كفتة سردين 200 جرام سردين مخلي ومفروم وربع حب البطاطس مسلوقة ومعالاية بقدونس ومعالاية كوزبرة خضرة مفرومة واتنين معالاية بصل ومعالاية عصي اللامون وبش نص لامونة ورشة شطة وبيض وقصومات زائد ربع رغيف بلدي زائد طبق بروكلي مسلوء زائد طبق سلطة ووجبة متكاملة كل العصي الموجودة فيها بديها بسيخة بيبخصي بصحة العشب الليل كله بأمر الله طبعاً اتنين حبة تفاكر تمام؟ تمام اليوم الثاني عبارة عن فراخ بالمايونيز ربع فرخة مسلوقة زائد اتنين معالاية مايونيز دايت ونص بصلة مشوية وحبة فلفل رومي مشوية وحبة طماطم مشوية ونص لامونة زائد حبة بطاطس مشوية في الفرن زائد طبق سلطة العشب الليل عبارة عن تفاحة مشوية في الفرن مع رشة إرفا ومعالاية عسل ومعالاية عين جمل تمام؟ كأم جسري في العين الجمل طبعاً بنسبة عالية اليوم الثالث عبارة عن طبق طاجن الأرز بالفراخ والخضار خمس معلق أرز مسلوء ونص كوب بسلة وجزر مبشور وبروكلي مسلوئين وشرائح صدر فرخة مسلوقة ورشة بوهارات ومعالاية مايونيز دايت زائد سلطة العشب الليل عبارة عن تنبضة مسلوقة مخلوطة بخص وخيار ومعالاية مستردة اليوم الرابع عبارة عن سلطة الفراخ البناء عبارة عن صدر فرخة مخلي وبدو بصمات ونص كوباية خص ونص حبة طماط المكعبات وربع كوباية فصولية حمراء مسلوقة واثنين معالاية دورة حلوة ومعالاية بصل مكعبات وبصلة خضرة مفرومة واثنين معالاية فلفل ألوان مكعبات ومعالاية شدة سوهيارة للتدبيلة معالاية زيت زاتون واثنين معالاية عصير لامون وملح وفلفل العشب الليل عبارة عن ثلاث معالاية فول مهروس مع معالاية بصل ومعالاية طماطم ومعالاية بقدونس مع رشة كمون اليوم الخامس اليوم الخامس عبارة عن صنية بطاطس بوري بالخضار عبارة عن حبة بطاطس مسلوقة وبيضة ومعالاية لبن ومالح وفلفل وتلاث معالاية لحمة معصاجة وتلاث معالاية خضار مشكل مسلوء ومعالاية جبنة شدة سويرة مبشورة زيت طبع سلطة العشب الليل عبارة عن ثلاث معلق جبن قريش زائد سلطة زائد كوب عصير بكتور يعني كل الأكلة هو مليان عشان كده أقولك أنا بدي أدرجين بثقة إن شاء الله يكون ناجح يا رب اليوم السادس عبارة عن كوسة بالمشامل ثلاث حبات كوسة متعطعة ومالاية زيت تمام زيت زاتون وفاصة توم ومالاية كوسبرة خضرة ونص كباية شربة من زوات الدسم وتلاث معلق لحمة مع الصاجة وكوبة شمال عبارة عن كوباية لمن خلد دسم وعلى دقيق زائد نصر غير بلدي زائد طبع سلطة العشب الليل عبارة عن كوباية زباية كبيرة اللي هي 200 جرام تمام اليوم السابع عبارة عن طاجن فول بالشكشوكة نص بصلة نص حبة فلفل رومي فاصة توم حبة طمطة مكعبات وبيضة وتلاث معلق فول من التبين بالملح والأمون والكمون زائد نصر غير بلدي زائد طبع سلطة العشب اللي هي عبارة عن كوباية زباية زائد صمرت فاكل يعني مليان مليان حاجات كتير والله ما ده صرت خالف لا خالف يعني أنا مثلا بالنسبالي الدايت ده ده مليان أكل يعني أكل كتير وكل الأكلات اللي هو من الفلفل رومي للطماطم للخيار للجزل للبروكلي كل الحاجات اللي هي فيها صحة وتشبع تملى المعدة وكل هذا مضالة الأجساد عشان كده يقولك عن شغولي في الدكتور التغذية أو شغولي في الدكتور ضايت أو جلدية في نفس الوقت يعني بدي منظومة نكحة معايا المنظومة نكحة أنت لكسبان ترجمة نانسي قنقر